من ضمن كمان الحاجات اللي محتاجين احنا نطمن فيها ونبقى درسينها وفاهمينها كويس وهي مسألة نزاهة الانتخابات اي حد يشكك في نزاهة الانتخابات دي ترد عليه بنقطتين تحديدا نقطة الاولى الانتخابات الرئاسية 2024 هتبقى تحت اشراف قضائي كامل قاضي لكل صندوق وده الواحده ضمانة كافية جدا من نزاهة الانتخابات ولشفافية نتائجها النقطة التانية اللي دايما برضو مهم جدا نذكرها ان الحكومة هتدي تصريح لاكتر من 34 منظمة مصرية تراقب الانتخابات وتسعة منظمات اجنبية غير حكومية برضو هترائب برضو هتدخل اللجان برضو هتكتب تقارير وهتوثق شهدتها عن الانتخابات فموضوع تزوير النتائج والتلاعب في البطاية ومعرفش ايه ده كلام صعب جدا في الزمن اللي احنا فيه النهاردة وكلام مستحيل اللي لازم نحن نركز عليه هو الوعي لانه النهاردة التضليل والتزوير هو تزوير في الحقيق وفي المعلومات وفي الافكار زي اللي انا بدأت به النهاردة الحلقة مع حضراتكم الاكذوبة والتضليل اللي بينشرواه الاخوان مثلا من خلال مرشحهم احمد طنطوي اشتركوا في القناة